بسم الله الرحمن الرحيم سنأتي الآن لتناول إحدى المحاور الأساسية في مجال اتخاذ القرار هو علاقة نظم المعلومات بعملية اتخاذ القرارات الإدارية وسنبدأ أولا بتحديد مدى الحاجة إلى المعلومات في عملية صنع القرارات الإدارية يجب على الإدارة أن تحتفظ بالمعلومات التي تشمل مختلف جوانب الوظائف والنشاطات الإدارية والإنتاجية وكذلك المعلومات التي تتعلق بالبيئة الخارجية للمنظمة إن أهمية المعلومات للمدير هي أمر حتمي وهي وظيفة كل مدير وكما أن السلع الجيدة تحتاج إلى مواد خام جيدة كذلك فإن القرارات الناجحة تحتاج إلى معلومات جيدة أيضا لذا سنأتي إلى أهمية نظم المعلومات في عملية صنع القرارات الإدارية وسنبدأ بتعريف نظم المعلومات والتي هي الطريقة المنظمة في تقديم المعلومات لكل مدير وخاصة تلك المعلومات والبيانات التي يحتاجها في الوقت المناسب وبالصورة التي يمكن أن تساعده وتدفع إلى اتخاذ قرار أو حدث معين ومن أجل إرساء قواعد سابطة لنظم المعلومات الإدارية فقد كان الحاسب الآلي الوسيلة المسل لتحقيق مثل هذا الهدف ولقد ساهم الحاسب الآلي في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة في إحداث صورة في نظم المعلومات الإدارية حيث أن بعض الباحثين وصفوه بأنه يعد أهم حدث ساهم في تطور الإدارة بعد الصورة الصناعية ولقد استخدم الحاسب الآلي في البداية كوسيلة لحفظ المعلومات والعمليات الحسابية وهي استخدامات لا زالت شائعة في كثير من المنظمات حتى اليوم غير أن كثير من المنظمات اليوم استطاعت أن تستغل خدمات الحاسب الآلي إلى أقصى مدى في توفير المعلومات وفي تحليلها وأصبح الحاسب الآلي لديها هو بؤرة النشاط في كل ما تعلق بنظم المعلومات الإدارية ومن ناحية أخرى فإن دور الحاسب الآلي لا يقتصر على تقديم المعلومات فقط بل أنه يمكن أن يساعد المدير في اتخاذ القرارات الروتينية وكذلك القرارات الطريقة عن طريق تحليل المعلومات وتحليل البدائل والمقارنة بينها ثم اختيار البديل الأفضل ففي مجال القرارات الطريقة فإن مساعدته للإدارة تتمثل في قراته على عادة خلط المعلومات والبيانات المخزنة عليه وتبويبها وتصنيفها ثم تقديمها للمدير في صورة واضحة وموسطة كما أنه يستطيع أن يقدم للمدير معلومات في شكل صور ورسومات وبيانات وخراءة ونمازج أو إحصائيات من أجل مساعدة المدير للوصول إلى القرارات المناسبة ولعل أهم خدمة يقدمها الحاسب الآلي اليوم في مجال القرارات الإدارية الطريقة هو مساعدة المدير الفورية وبالأسليب الكمية وبإسلوب ونمازج المحاكاة وهي حالات ومشكلات مشابهة للمشكلة موضوع القرار الذي بصدت أن يتخذه المدير نأتي بعد ذلك إلى عيوب استخدام الحاسب الآلي في مجال الاتخاذ القرارات الإدارية تتمثل تلك العيوب في واحد قد تتوقع الإدارة في أن أحيانا كثيرا يقوم الحاسب الآلي نفسه بهذه القرارات متناسية في ذلك أن مهمته هي توفير المعلومات المساعدة على اتخاذ القرار وليس اتخاذ القرار في حد ذاته العيب الثاني وعلى الرغم من أن الافتراض المبرر لاستخدام الحاسب الآلي وقدرته الفائقة في تخزين الكميات ضخمة من المعلومات الإدارية إلا أن هذه الميزة قد أصبحت عيبا أيضا نظرا لأن هذه المعلومات قد تفيض عن حاجة المدير وكذلك عن وقته المتوفر للإطلاع عليه العيب الثالث أن الهدف عادة من استخدام الحاسبات الآلية هو إما تخفيض تكاليف أو زيادة الإرادات غير أن الاعتماد المتزايد من قبل الإدارة على الحاسبات الآلية ربما يزيد من تكاليف استخدامه رابعا وأخيرا فإن التماد المفرد في استخدام الحاسب الآلي في تخزين المعلومات وتحليلها قد يشل قدرة الأفراد في الإبداع والابتكار كذلك يجعل الإدارة تحت واضعة هذا الحاسب فلو حدث مثلا أن تعطل هذا الجهاز أو توقف المسؤول عن تشغيله فقد يربك هذا الإدارة وتضطر الاتخاذ قارات على ضوء معلومات غير دقيقة أو متكاملة نأتي بعد ذلك إلى عوائق اتخاذ القرارات نأتي بعد ذلك إلى السؤال المهم هل هو كل القرارات التي تتخذها الإدارة هي قرارات سليمة أم أن بعضها قرارات غير سليمة طب وإذا كانت هناك قرارات غير سليمة تتخذ ما الذي يحول دون اتخاذ قرارات سليمة من قبل الإدارة؟ وهنا سنأتي إلى تناول عوائق اتخاذ القرارات والتي يمكن تحديدها في أولا عوائق داخلية تتمثل في عوائق مالية وعوائق بشرية وعوائق أخرى فنية بينما أن نجد أن هناك عوائق أخرى أمام اتخاذ القرارات وهي العوائق الخارجية حيث أن المنظمة تمثل خلية من خلايا المجتمع فإن قراراتها لابد أن تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على هذا المجتمع ومن ثم قد تعارض بعض وحدات المجتمع اتخاذ أي قرارات قد تعود عليها بالإضرار حتى ولو كانت بسيطة أمثلة ذلك فقد يقابل جماهير المستهلكين والرأي العام القرار خاص برفع سعر المنتجات أو الخدمات بمعارضة شديدة كذلك قد تعترض الدولة على بعض القرارات الإدارية إذا كانت تتعارض مع السياسات العامة للدولة لكن هل هناك نصائح معينة ممكن للمدير اتباعها لكي يتم اتخاذ قراراته بشكل فعال؟ يمكن على متخذ القرار أن يأخذ في اعتباره بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من فعالية قراراته والتي تتمثل فيه أولاً اختيار الحل الذي يقدم أقل نسبة احتمال من المخاطرة ثانياً اختيار الحل الذي يقدم أقل نسبة من التكاليف بالقياس بالعوائد ثالثاً اختيار الحل والبديل الذي يتناسب مع الموارد الموجودة أو التي يمكن تدبيرها في المستقبل داخل المنظمة رابعاً ضرورة ارتباط الحل بالوقت المناسب بمعنى أن يعالج الحل المشكلة في إطارها الحالي وليست بعد حدوث المشكلة ترجمة نانسي قنقر